نروح لعصائيات مباراة التسعين ديه اللي فاتت اللي كان فيها الاستحواز بالفعل المنتخب السنغال وده بطبيعة ان انت سجلت هدف وللأمانة كان واضح جدا على بعض اللي عيب منتخب مصر ان فيه شيء من الخوف انت اصبحت لديك ما تملكه وبالتالي اصبح لديك خوف انت جبت هدف في اول اربع دقيق البعض يقول كان المفترض يدينا دافع انها نسجل التاني والتالت الامور قد صعبة جدا لان انت قدام منتخب قوي جدا وكان الخوف الشديد جدا من انك تطلع او تستقبل هدف مرماك كان دافع ان اللعيبة تبدأ تتحفظ على فكرة الفوز ده وانا شايف ان النتيجة دي كبيرة جدا مقارنة بالنتائج اللي بتحصل في المبارات اللي زي دي اللي هي المبارات النق قوت والصعود وان شاء الله ربنا وفقنا في المبارات القادمة نستعرض احصيات المبارات كان السنغال استحوازه 56 مقابل 44 تزديدات كان 10 مقابل 9 على المنتخب مصر تزديدات انتارجت 3 مقابل 3 الرقنيات 4 مقابل 4 الافصايد 3 مقابل لشيء والاخطاء كانت 19 على مصر و13 استنغال ودي برضو هتاخدنا لنقطة نبقى نتكلم عنها وهي فكرة حكم المبارات في بعض الاخطاء وتحديدا اللي كانت على حدود منطقة جزاء المنتخب المصر اللي شكلت خطورة كبيرة جدا على منتخب مصر الارقام دي بتعكس حاجة احنا اكيد كلنا واحنا بنتفرج جينا لحظات ما كناش مبسوطين ده مستحيل تكون ما حسيتش بدا ده طبيعي لان انت على ملعبك كنا بنشوف ليه السنغال تمريرات اكتر واستحواز اكتر وده مش طبيعي بالنسبالك بس على الجانب الاخر في الفعالية بتاعتك واهدافك المتوقعة انت كنت تجاوزت الهدف السنغال وصلت لأوبوين 68 تقريبا ما وصلتش لفكرة الهدف كمان كان عندك حاجة مهمة جدا دايما بتكلم فيها واحد توبلينكت تريزي جيه في الجبهة بتاعته مع فتوح كانوا اكثر لعبين تبادولا للتمريرات وعمر جابر ومحمد صلاح اذا انت كنت عامل ستريتشنج للملعب وكنت بتحاول تفتح مساحات في السنغال ايه اللي حصل انت معتقد ان بعد ما تسجل في السنغال القصة هتفتح السنغال يلا بينا والله زمان يا سلاحي نسجل في منطقب مصر نفتح خطوطنا ده مش هيحصل لان كمان عندك مباراة عودة الناس عاملة حسابها لده كويس جدا وعارفة ان واحد صفر لها حظوص جيدة فيها عشان كده المباراة ما خديتكش للحتة اللي انت بتعتقد انها ممكن تحصل محمد صلاح على قد ما هو ممكن انت ما تشوفوش راح بخطورة كتير بس كمان شوف مانيه برضا على الجانب الاخر ما هو كان نفس الوقت بس محمد صلاح بالنسبالي هو عنده قصة كده مختلفة بعيدا عن التنافسية مع مانيه في ليفربول واكيد ده شيء جيد بس كمان محمد صلاح عنده فكرة انه هدف التصفيات اللي صعدت بينا لالفين وطمانتاشر وكان ليه بصمة مع المنتخب واضحة جدا حتى في هدفين الكونغو وبنشوف المرة دي حتى لو الهدف ما تحسبلوش ولكن كان ليه دور مهم جدا محمد صلاح لو تشوف وشه قبل ما ينزل المباراة محمد صلاح واخد الموضوع عنده تحدي شخصي واضح جدا وهو نفسه يبقى في السي في بتاعه انه وصل مع مصر لأول مرة في تاريخها لكاسين عالم متتاليين وهي هتكون شيء مميز جدا لمحمد صلاح محمد صلاح فعلا 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 عايش الكصة بقلبه وبروحه وبكل حاجة وده باين جدا لأي حد بالتأكيد محمد صلاح لأول مرة يعني من فترات طويلة جدا نشوف الحماس اللي كان موجود في أرض الملعب للدرجة ان خلاص بقينا بنلاحظ محمد صلاح داخل منطقة جزاء المنتخب المصري بيطلع الكرة وبيدافع وبيغطي وراء عمر جابر وبينزل كتير جدا يقوم بواجبات دفاعية يعني مشهد محمد صلاح واللقطة تحديدا اللي جهد 18 فكرتني بكابتن منتخب مصر كابتن حسام حسن في 98 في مباراة المغرب فيه كرة انا منسهاش الكرة عدت نادر السيد فكان اللي واقف على خط المرمى هو مهاجم منتخب مصر كابتن حسام حسن كان هداف البطولة وكابتن المنتخب في البطولة دي لقطة محمد صلاح شبيهة بشكل كبير جدا بفكرة اللاعب اللي بيقدر يرجع يقدم أدوار دفاعية كبيرة ولكن لها بعض السلبيات الفنية في مباراة العودة احنا محتاجين محمد صلاح يكون مستعد تماما لفكرة أي كرة مرتدة لأن الأمل في المرتدة كبير جدا في مباراة العودة وهو ده اللي ممكن يسهل المباراة فهل فكرة إجهاده دفاعيا ده ممكن يؤثر عليه هجوميا بالتأكيد وبالتالي محتاجين أدوار صلاح المباراة القادمة تكون إن شاء الله أدوار هجومية عندنا طبعا نتائج المباريات اللي تمت طبعا احنا قلنا أن مصر هي أفضل نتيجة اتحققت الأرض لم تلعب مع أصحابها إطلاقا بنبارك طبعا لمنتخب تونس الشقيق الفوز على منتخب مالي في مالي 1-0 وبنبارك أيضا لمنتخب الجزائر والفوز على الكاميرون في الكاميرون 1-0 وأيضا منتخب المغرب بيقطع شوت كبير جدا بالتعادل الإيجابي مع الكونغو في الكونغو وطبعا يعني أهرد لك لكابتننا محمود فايز مساعد هكتور كوبر في منتخب الكونغو وطبعا غانا ونيجيريا اتعادلوا 0-0 وعندنا المباريات القادمة هتكون كلها يوم السلساء إن شاء الله مباريات العودة نيجيريا وغانا ساعة 7 والسنغال ومصر الساعة 7 تونس ومالي الساعة 9.5 والمغرب والكونغو 9.5 والجزائر والكاميرون 9.5 على أرض طبعا يعني الفرق اللي على يمين الشاشة زي ما حضراتكم شايفين نيجيريا السنغال تونس المغرب الجزائر فرص المنتخبات العربية كبيرة جدا يمكن أربع منتخبات عندهم الحظوظ الأفضل شيء جايج جدا كمان مباراة غانا ونيجيريا شهد التعادل سلبي لكن كنت بتفرج على مباراة تونس ومالي القصة كانت غريبة جدا موسى سيساكو لاعب منتخب مالي يعني سجل في مرمى في كرة غريبة منعزل فاصل مش شايف المكان جنبه ولا قاري الملعب بيسجل بعدها بياخد طرب يعني ساحل جدا على منتخب التونسي طبعا لعبنا علي معلول كان بيشارك في المباراة وأيضا مزا مالك سيف الجزيري كمان كان بيشارك في المباراة فكل التمنيات لكل المنتخبات العربية وطبعا قبل ما نطلع معاكم الفاصل بس بما أننا كنا بنتكلم عن فكرة تقييم الأداء وعيشنا معاكم قصة أن الأداء والمنطقية رسالة بس للبعض في الإعلام وبعض المحللين شفت الكلام عن كيروش في إطار أن ده اللي انت محتاجه في المباراة رجعوا كلامكم مع مسماني في نفس الظروف هتلاقوا الكلام مختلف تماما 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 ترجمة نانسي قنقر